جملة من التساؤلات التقنية تطرح حول كيفية احتمال أن تنفجر طائرة في الهواء نتيجة عطل فني ولماذا تنفث دخان أسود رآه شهود عيان هذه التساؤلات طرحها بقوة حادث تحطم الطائرة المصرية بعد رصد إشارات صدرت تشير إلى ارتفاع في درجات حرارة الطائرة عن المعدل الطبيعي أدى إلى انبعاث الدخان من خمسة جوانب ابتداء من قبل القيادة مورا بمرحاض الطائرة وصولا إلى أنظمة إلكترونيات الطائرة وفيما أعلن مسؤول في الطب الشرعي المصري أن الأشلاء البشرية التي جرى انتشالها من موقع تحطم الطائرة تؤشر إلى وقوع انفجار على متنها يؤكد الخبير في حقل الاتصالات المدنية والعسكرية العميد محمد عطوي أن ما حدث على متن الطائرة ليس حادثا عرضيا مجرد وجود قنبلة أو عمل تفجيري داخل الطائرة يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لأنه عم تحترق هذه الطائرة بسرعة واثنين وجود الدخان من خلال هذه الحركات الغير مسؤولة لهذه الطائرات تؤكد على أن هذه الطائرة قد انفجرت في الجو وهنا عندما حصل الانفجار تغير مسار هذه الطائرة واختفت عند هذه النقطة ويلاحظ أن ظروف ثقوط الطائرة المصرية مشابهة لظروف تحطم الطائرة الروسية في أواخر العام الماضي وفق الخبير عطوي فينا نعمل ربط بين هذه الطائرة والطائرة الروسية نعم يوم نحن أمام نفس المشهد؟ بالفعل أمام مشهد مماثل لما حصل في الطائرة الروسية أننا نحن أمام الحالة المماثلة وبالتالي هناك تعاون إرهابي إسرائيلي في اختفاء هذه الطائرة وتحطمها ويؤكد هذا الكلام ما ذكرته صحيفة الجاردين البريطانية من أن الطائرة كانت في رحلتها الخامسة في يوم واحد وأنها أقلعت من مطار أثمر الدولي في إيرتريا متجهة إلى مطار القاهرة ومنه إلى قرطاج في تونس فيما انطلقت الرحلة الثالثة من تونس متجهة إلى القاهرة ثم انطلقت إلى مطار شارل دي جول قبل انطلاق رحلتها الأخيرة وسقوطها واللافت في هذا المسار توقف الطائرة في إيرتريا وتتجه الشكوك نحو إمكانية زرع عبوات هناك حيث لإسرائيل قاعدة عسكرية ما يدفع أيضا نحو المصدر نفسه عندما كشف تنظيم فلسطيني سري لم يعلن عن اسمه دلائل ضلوع إسرائيل في عملية تفجير الطائرة الروسية العام الماضي بعد اختراقه حواسيب الاستخبارات الإسرائيلية للتوصل إلى فهم مكونات العملية